الاحتلال الإسرائيلي على الرغم من ادعائه بأنه لا يهدف للتهجير هذه مشاهد التهجير التي نراها يومياً ما نرى في غزة النتائج قتل، تدمير منازل، نزوح هذا التهجير الجزئي في النزوح إلى جانب مناطق في قطاع غزة ألا يبدو بأن الاحتلال سيدفع هؤلاء في لحظة ما إلى النزوح خارج غزة؟ بالتأكيد على ما يبدو هذا هو المشروع وهذا المشروع واتضح بشكل جلي لكن المؤسف، المشروع واضح لأي متابق لكن أمريكا تنكر، كاميلا هارس تقول قبل ثلاثة أيام أنا ما يهمني، أنا ما يهمني، أنا ما يهمني، أنا ما يهمني بالمناسبة يقال ضد التهجير القصري كذوبة يعني يمكن ضد التهجير القصري كذوبة كبيرة، كذوبة كبيرة الولايات المتحدة متفقة بشكل واضح وعلني مع سياسة نتونياهو لكن العيب ليس بهذا الموقف ليس بالموقف، الموقف الإسرائيلي واضح المعالم العيب بدولة مستهدف بأمنها القومي يعني بكرة جاها مليون مهجر أو مليون ونصف فلسطيني مهجر في سيناء ماذا تعمل، كيف تؤويهم، شيء كيف مهما 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 ومصر فيها مية وعشرة مليون يعني بالمسبة لمنظام مصري مليون زيادة بس يا أخي، سيد الفاضل، مصر يعني جاهدت يعني أقول لك في منطق المنطقة نعم، نعم، جاهدت بشكل كبير أبعاد غزة عنها جاهدت، مصر تاريخيا بعد 1948 مسيطرة عليها الحكومة المصرية أو بعد 1956 سيطرت الحكومة المصرية وعلاقات، يعني طلاب الغزاويين كانوا كالمصريين دروسهم وجامعاتهم لكن أبعدتهم مصر لمسألة هي مسألة خوض الأمن القومي المصري ما الذي سيشكل في خطر أمن قومي إذا ما أجبر الاحتلال الإسرائيلي؟ هم بالمناسبة الفلسطينيون هم الذين يصمدون على أرضهم عزيزي لكن هؤلاء عندما يدمر بيتهم، تدمر أحيائهم، مدارسهم لا سبب للحياة في قطاع غزة الآن أبقاه الاحتلال سيد الفاضل، الجيش المصري وبكل إمكانياته وبكل طاقته خمسين من قاتل من داعش أو من هذا غير قادر على إنهاءهم في صيناء صيناء بحر كبير جداً جداً ولذلك هذا قنبلة موقوطة تؤثر على المصريين وأمنهم القومي لذلك على المصريين وعلى قياداتهم أن تستوعب هذه المسألة الخطرة يعني إبعاد الشعب الغزاوي إلى سيناء هذه مسألة ليست خطر فقط على الفلسطينيين يشكل خطر على الأمن القومي المصري ولكن الفلسطينيين هم عامل بناء واستقرار ونماء وسلام فيه بلا أدنى شك وليست عامل خطر عقلاً لا لا شوف تقول لك مسألة أمن قومي هاي هذا شعب شوف هذا الطفل هذا هذا بالعقل الجمعي هسه هؤلاء المهجرين هؤلاء الأطفال اللي شفناهم يسقق بالثواني أو لحظات هذا بالعقل الجمعي بفكرة هذا مستقبلاً قنبلة موقوتة هذا يشوف أمه وأبوه وعائلته قتلوا لا تقصد بانطلاق المقاومة أنهم لا هذا واقع هذا واقع أخي هذا واقع الآن 75 سنة من التهجير القسر في 48 ولا زالوا ولا زالت أولاد وأحفاد أهل 48 في لبنان وفي الأردن وفي كل القطاعات المفتاح الفلسطيني حاملة لحد الآن هذا إيمان بقضية عزيزة رغم كل القوة ورغم الدمار ورغم القتل والتشريد والحرمات يا أخي قبل هذه العملية 7 أكتوبر ما في أسبوع ما في أسبوع يمر على الشعب الفلسطيني خاصة في الضفة والقطاع وغير مكان إذا الشعب الفلسطيني ما يضطل شهيد شهيدين نعم ما تقدر هذه مسألة راسخة بالفكر الفلسطيني